بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين السلام عليك يا آثار الله وابن ثاره والوتر الموتور السلام عليك وعلى العرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزية وجلت عظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام وجلت عظمت مصيبتك في السماء على جميع أهل السماء وجلت فلعن الله أمة نسست أساس الظلم والجول عليكم أهل البيت ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها ولعن الله أمة قتلتكم ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم بريتو إلى الله وإليكم منهم ومن أشياهم وأتباههم وعونياغهم يا أبا عبد الله اني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة ولعن الله أول زياد وعول مرفان ولعن الله بني أمية قاطباه ولعن الله ابن مرجانه ولعن الله أمر بن ساغ ولعن الله شمره ولعن الله أمة أسرجات وألجمات وتنقبات لقتاههم بأبي أنت وامي لقد عظمم صاحبك فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك يرزقني طلب ثالك بعمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه الصلاة في الدنيا ومن آخر يا أبا عبد الله اني أتغرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بمضالاتك وبلبراوت من من قاتلك ونسب لك الحر وبلبراوت من من أسس أساس الظلم والجور عليكم وابراه إلى الله وإلى رسوله من من أسس أساس ذالك وبنا عليه بنیانه وجرا في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشيائكم بريتوا إلى الله وإليكم منهم واتغربوا إلى الله ثم إليكم بمضالاتكم ومضالات وليكم وبالبراءة من أعدائكم وناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشيائهم وأتباعهم إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وودي لمن والاكم وعدف لمن عاداكم فأسأل الله الذي يكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبتني عندكم غدم صدق في الدنيا والآخرة وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب ثاري مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني به مصابي بكم أفضل ما يعطي مصابا به مصيبته مصيبتم عظمها وعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والآخرة اللهم اجعلني في مقام هذا من من تناله من صلوات ورحمة ومغفرة اللهم اجعل محيا يا محيا محمد وعول محمد ومماتی ممات محمد وعول محمد اللهم ان هذا يومون تبركت بهی بنو مهيا وابنو آكلت الأكباد اللعين ابن اللعين على لسانك و لسان نبیك صلى الله عليه وآله في كل موتن وموقف وقف فيه نبیك صلى الله عليه وآله اللهم العنب وصفیان ومعاویه ويزید ابن معاویه عليهم من كاللعنت وبدالعبدی و هذا يومون فرحت بهی آل زیاد وآل مرحا بقتلهم الحسین صلى الله عليه وآل مرحا بقتلهم و اللعنت عليهم و بالمضالات لنبیك وآل نبیك عليهم وعليهم السلام اللهم العنع و لظالم ظلم حق محمد و لمحمد وآخر تابعن لهم على ذلك اللهم العنع العصابة التي جاهدت الحسین و شاویعت و بایعت و تابعت على قتله اللهم العنع هم جميعا السلام عليك يا با عبدالله وعلى الارواح التي حلت بفنائك عليك منی سلام الله بدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعنهم الله آخر العهد منی لزیارتكم السلام علي الحسین وعلى علي بن الحسین وعلى أولاد الحسین وعلى أصحاب الحسین اللهم خص أنت أول ظلم باللان منی وابدا به اولا ثم العن الثاني والثالث والرابع اللهم العن يزید خامسا والعن عبايد الله بن زیاد وابن مرجانه وعمر ابن سعد وشمره وعلى بی سفیان وعلى زیاد وعلى مروان الى يوم القیام اللهم لك الحمد وحمد الشاكرین لك على مصابه الحمد لله على عظیم رتیتی اللهم ارزقنی شفاعت الحسین يوم الظرود وثبتنی قدم صدق عندك مع الحسین واسحاب الحسین الَّذِينَ بَذَلُوا مُهْجَهُمْ دُونَ الحسین عَلَيْهِ السَّنَاةِ